موسيقى موسيقى تخيل معي مجتمع بلا كرهية أو عنصرية أو عنف أو قتل أو أي شيء سلبي في هذا الوجود تخيل معي مجتمع بعيش محبة الله بطبق مبدأ التسامح مبدأ المحبة والعلاقات الإلهية إخوة وأخواتي برحب فيكم في هذه الحلقة واليوم حديثنا عن الحب الأعظم وطبعاً لما نتكلم عن الحب الأعظم لازم نتكلم عن شخص يسوع المسيح إخوة وأخواتي اليوم أو بكرة العالم بيحتفل في عيد الحب ويمكن مرات كتير لما نحتفل في هذا العيد دايماً مفهومنا بينحصر في شيء واحد وحيد هو طبعاً في علاقتنا بالعائلة أو الزواج وهذا الشيء صحيح لأنه فعلاً ابتدى بهذه الطريقة لكن عيد الحب بذكرنا في محبة الله هذه المحبة اللي كانت وما زالت في قلب الله موجودة منذ الأزل لأن طبيعة الله محبة كما يقول كتاب المقدس الله محبة فأنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة وأصلي أن هذه المحبة الإلهية تكون سبب شفاء وسبب بركة لحياتك اليوم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائي المشاهدين برحب فيكم أجمل ترحيب واليوم وهذا الأسبوع منحتفل في مناسبة خاصة بسموها سينت فالنتينز داي يوم القديس فالنتين أو ما نسميه عيد الحب هذا العيد عادة بيحتفله فيه في الغرب لكن أعتقد أنه توسع أكثر للشرق وفي كل مكان في هذا العيد طبعاً بهنقوا بعض بقدموا الهدايا ولسيما الورد الأحمر والشوكولاتة والتمنيات والأمنيات الحلوة في هذا العيد لكن هل الحب هو مجرد كلام؟ ألم يقل الرسول يحنى يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق سينت فالنتين طبعاً هذا قديس كان في القرن الثالث قطع رأسه في سنة متين وسبعين ميلادي بكل بساطة لأنه كان بعلم الشباب والشبات عن قدسية الزواج وأن الزواج عهد وأن هذا الزواج بتم في الكنيسة بفترة كان فيها حروبات كثيرة وكثير من الشبان الذين عطنقوا المسيحية فطبعاً حتى يعني اعتقد الأمبراطور أنه كان بيمنعهم من الذهاب إلى الحرب والنتيجة طبعاً أنه بسبب هذا الأمر قطع رأس سينت فالنتين كان طبعاً بشكل سري بياخد الشباب والشبات اللي بدهم يتزوجوا يزوجهم في الكنيسة المسيحية عن طبعاً المفهوم المحبة لأن أساس العهد ومفهوم العهد هو من خلال المحبة رجل واحد امرأة واحدة يكون الاثنان جسد واحد وطبعاً يلتصقان كما يقول الكتاب وما جمعه الله لا يفرقه إنسان هذا التعليم الكتابي في كلمة الله الشيطان حاول أن يشوه هذه الصورة بصور كثيرة اليوم كثير من شوف فيه شزوز جنسي وطبعاً عدا أنه مش بس العادات الشرقية وديانات كثيرة التي تعلم عن تعدد الزواج أو الزوجات ممكن أنه رجل يتزوج بأكتر من زوجة مخالفاً لوصية الله بشكل مباشر إهاني مباشري لالله بحيث أنه بيكسر مشروع الزواج لكله مبنى على المحبة فهذا القديس كان بدافع عن الأزواج وبيزوجهم الزواج المسيحي المبنى على علاقة الحب بشان هيك سموه قديس الحب وانتقل هذا الاسم إلى أنه يوم يتكرس بالسنة بيسموه عيد الحب طبعاً مع الزمن اختلفت العادات والتقاليد لكن فكرة عيد الحب بغض النظر أي خلفية من أي بيئة جاءت التعبير جميل جداً فالحب هي أسمى وأرقى وأنقى العلاقات البشرية فالحب أحبائي منستمده من الله اللي وضع صورته في البشر الصورة الأدبية الروحية بشان هيك احنا منستمد هذه المحبة من الله وهاي المحبة كمان منخبرها من خلال عمل الروح القدس مكتوب لأن محبة الله فإن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا هذه المحبة أحبائي القديمة الحديثة لا تبهد ولا تضمحل وما تنتهي فأنا في البداية ذكرت تخيل معي وتصور عالم بمارس المحبة والتسامح والتفاهم وبيرفض العنف والكرهية والإساءة للآخرين تخيلوا معي أحبائي مجتمع كامل بيكون مبني على المحبة وللأسف الشديد تاريخيا أنه الدين تخيل معي أو خلينا أقول مظاهر التدين الخارجي اللي قادت إلى التعصب والتعصب إلى التزمت والتزمت أنه أصبح الإنسان يدافع عن إله ضعيف يدافع عن إله ما عندهش قوة والنتيجة أنه كترة الكرهية وكتر العنف وكترة العنصرية وكل واحد بيولد في دينه والغريب أنه ممكن يمارس العنف والكرهية تجاه الشخص الآخر أقصد العنف مرات عدم الغفران وعدم المسامحة أو كما يقول كتاب من يبغد أخاه فهو قاتل نفس وطبعا في الجماعات اللي بتقتل في اسم الدين في اسم الله بظن أنه بيقومه في عمل حسن هذه كلها ضد مبادئ المحبة ضد تعليم المحبة ضد المحبة ذاتها فالله محبة وعندما أراد أن يظهر عن ذاته أظهر عن ذاته من خلال المحبة وهذه المحبة أحبائي منذ البداية الله أخذ المبادرة بالمحبة إذ عصى آدم وحواء في الجنة عصوا الرب ولكن من محبة الله الله دبر فداء وألبسهما أقمسة من جلد ووعد بمجيء المخلص المسيح في ملء الزمان وهذا اندل على شيء بدل عن تعبير المحبة فالمحبة هي ما تميز طبيعة الله وأيضا المحبة هي ما تميز المسيحية وأتباع المسيح لأنسى في يوم من الأيام في إحدى المطارات أخت جزائرية تشتغل في المطار صرخت وقالت بلغة إنجليزية نزار شهين I love you نزار شهين أنا بحبك فحاولت أشوف وين الصوت ورحت لهذه الأخت وسألتها ليه بتحبيني؟ قالت لأنه أنا بشاهد برامجك وأنا معجبة جدا في شخصية المسيح لما بتحكي لعن محبة المسيح بتسبي قلبي وهكذا إحنا الإسلام لما بتحكي لنا عن محبة المسيح نسبة في هذه المحبة العظيمة سألت ليه؟ لأنه قالت ما عنا المحبة وفعلا لما ابتديت أدرس وجدت إنه فيه أسماء الله الحسنى 99 اسم لكن ولا اسم فيه اللي بتقول الله محبة نواندر منستغرب من المظاهر العنف والكرهية والعنصرية والتزمت والتعصب من ناحية تاني منشوف فيه كتير ناس فعلا عم بتحاول تكسر هذه الحواجز ولا يسعني إلا أن أذكر أحبائي في الإمارات عندهم هذا العام اسمه عام التسامح والتفاهم بين الأديان وأريد أن أملح وأقول لطبعا الأمراء في الإمارات ربنا يبارككو وهي خطوة فعلا بتعبر عن شجاعة ولا دولي في العالم عملة هذا الشيء لا مسيحي ولا مسلم للأسف عندما أقول مسيح أنا بتكلم عن مسيحية اسمية ما بيعملوا هذا الشيء فهذا اندل على شيء بعبر عن كسر الحواجز وكيف نكسر الحواجز أنه منتكلم في مغالطات كثيرة وفي عدم المفاهيم يعني كتير أشخاص بهاجموا المسيحية عن تعصب لعدم فهمهم كلمة الله أو ما بدي يتعب نفسه يسأل المسيحي أنت ليه بتآمن في هذا فقط يتعب نفسه يسأل سؤال ليه بتؤمن في هذه الطريقة لكن أسرع وسيلة للهجوم للشخص الضعيف هو أنه يهاجم الدين الآخر لكن فعلا في ناس اللي تكسر هذه الحواجز وتكون لازم أن يكون في تفاهم وعلاقة وأنه فعلا نتكلم بالمحبة فأريد أن أقول فعلا مباركون في الإمارات وبصلي أنه ربي يباركهم الأمراء اللي أخذوا هذه الخطوة العظيمة الجبارة وبصلي أن هذه الفكرة تعدي كل الناس في الشرق الأوسر تعرف حبائي الله خلق الإنسان عنده إرادة حرة أنه يختار أنا ولدتي يمكن مسيحي سورة مسيح أنت ولدت مسلم سورة مسلم لكن الله ما بناقد نفسه أنت وأنا نؤمن أنه الديانات هي من صنع الإنسان لأنه إذا الديانات بتناقد بعضها البعض فإذا فيه شيء خطأ الله حاشى له أن يكون مخطئ لكن الإنسان هو المخطئ ففي شخص في واحد لازم يكون صحيح وأنا عاوز أقول أنه العالم كله بيبحث عن المحبة اليوم الحروبات دمرت العالم والمجاعات والأوبئة والأمراض والكوارث وعم نشوف الألم في كل مكان حبائي لأنه الإنسان عم بيجنع على نفسه وعم بيقود نفسه إلى الضمر فتخيل معي عالم مليان بالمحبة عالم خالي من الكرهية عالم اللي بيقدم الشخص الآخر في الكرامة عالم اللي فعلا عاوز يتشبه بيسوع المسيح وفعلا إحنا كلهاتنا متفقين أنه لا توجد أي شخصية في هذا الوجود تشبه شخصية يسوع المسيح أصلا حاشة يكفي أن نقول أنه المسيح ولد وعاش بلا خطية فإذا هذا يحق إلنا أنه نتشبه فيه لكن المحبة اللي أظهرها يسوع المسيح المحبة اللي علم عنها يسوع المسيح المحبة والتسامح اللي تكلم فيها في رسالته وإرساليته فعلا بتبهر الأعداء قبل الأصدقاء لكن للأسف الشيطان يكره المسيح ويكره أتباع المسيح فما بيشوفوا الصور الجميلة الحلوة في تعليم المسيح أو في أخلاقيات المسيح أو في حياة المسيح لكن بيشوفوا صور سلبية يمكن إحنا كمسيحيين مش شهادة حلوة للمجتمع لأنه بحب أأكد لكل مشاهد إذا الكنيسة تشبهت بيسوع المسيح وإذا الكنيسة عاشت تعليم يسوع وإذا الكنيسة طبقت إرسالية المسيح إنه نروح لكل العالم ولا إنسان بيكون غير مؤمن كل العالم رح ينجذبه مثل هذه الأخت الجزائرية اللي انجذبت إلى محبة يسوع المسيح وسبيت في هذه المحبة ونسيت كل الاختلافات ورأت شيء متميز شيء فريد شيء عظيم جدا مش موجودة في أي شخصية أخرى في هذا الوجود لا في نبي ولا في قديس ولا في حكيم قالت في نفسها هذا الشخص اللي بدي أتبعه هذا الشخص اللي بدي أحبه هذا الشخص المستحق إنه أنحني إله وأسجد له هذا الشخص هو المحبة المتجسد فالمسيح أعلن لنا عن محبة الآب الرسول يحنى قال يا أولادي انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لاحظ الكلام من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه فالله محبة والكتاب المقدس بعلمنا عن المحبة هاي المحبة موجودة في طبيعة الله محبة أزلية لا تتغير مع الظروف أو مع الزمن محبة غير محدودة محبة غير مشروطة محبة بغض النظر خاطئ ولا غير خاطئ ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا بغض النظر لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هذه المحبة أحبائي منذ الأزل منذ وجود الله ألا تستعجب أن هذه المحبة وطبيعة المحبة مش موجودة إلا في الكتاب المقدس في كلمة الله مش موجودة في أي كتاب آخر وأقرب تعليم للمحبة شو بقوله الله يحب الذين يحبونه طب الرب يسوع قال إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس الخطاط يفعلونه هكذا فالعالم بحب اللي بحبه والمصالح إذا أنت بتفيد من مصلحتها رح أحبك لكن أين المحبة اللي بيتكلم عنها الكتاب المحبة الباذلة المحبة المضحية المحبة الساترة والغافرة المحبة الباذلة والمحبة الشافية هذه المحبة التي تشفي الكيان وفعلا تقود الإنسان إلى الخلاص تعرف حبائي في مرة يسوع المسيح كان معزوم في بيت شخص اسمه سمعان سمعان الفريسي غير عن سمعان الأبرص هذه قصة تانية سمعان الفريسي عزم يسوع المسيح لكنه لم يقوم بالضيافة الشرقية ويسوع جالس جاءت امرأة يسميها يعني بحسب سمعان إنها خاطئة ابتدأ يكلم نفسه ويقول لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة إنها خاطئة فالمسيح العارف الأفكار وعلام الغيوب رد على سمعان وعاتبه طبعا على عدم قيامه قال له شايف هاي المرأة يعني أنا دخلت بيتك لا أعطيتني مي أغسل ولا قبلتني ولا أمتها هاي المرأة ما كفت عن تقبيل رجلية وكانت تمسح قدميه قدمي المسيح بشعر رأسها وكانت تدهنه بالطيب بالعطر فقال هذه العبارة قال يسوع غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا من يحب قليلا يغفر له قليلا أحبائي العالم اليوم بيبحث عن المحبة اليوم في صور كتير للمحبة والكتاب المقدس مليء بهذه الصور في المحبة الجنسية الأيروس في المحبة الأخوية المحبة فيلادلفيا أو فيلوس من فيليو المحبة اللي فيها مودة وفيها محبة الأخوة وفيه طبعا يعني تعبير كتير للمحبة لكن أجمل تعبير هو أجابي وأجابي بكل بساطة هي المحبة الإلهية المحبة بدون شرط هذه المحبة المنتصرة المحبة اللي جاي من طرف واحد الله أحب الله أعطى الله أغضق بغض النظر بغض النظر تستاهل أو ما بتستاهل الله أحبنا رغم أننا لا نستحق ولا نستاهل أي شيء الله أحبنا بترحب بقي اللي بيفصل يعني مكتوب من سيفصلنا عن محبة المسيح لا يوجد شيء في هذا الوجود ممكن يفصل إلا شيء واحد الخطيئة الخطيئة بتحجب بتفصل لكن مش بتفصل يعني الله بيغير محبته لا محبة الله لا تتغير واليوم في ناس عم بيشاهدون عم بيحسوا في زنب عظيم وعند بيحسوا بالشكاية وعم بيحسوا أنه ارتكبوا خطايا فضيعة والسؤال هل الله بيسامحني هل الله ما زال يحبني هل الله فعلا بيهتم في أحباء كلمة الله تقول لأنه هكذا أحب الله العالم فإذا بغض النظر الله بيحبك مستحق أو غير مستحق الله أحبنا ونعاوز أكمل في هذا الموضوع لكن ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا حبائنا المشاهدين قبل ما استمر خلينا أخذ هذه المكالمة من المغرب أهلا وسهلا أخ زكريا من المغرب انت معانا على الهوت تفضل حبيبي سلام ونعنو الأخ نزار أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك أشكرت على برنامج ليكن نور فكان النور ولم تكني الضلمة أمين أود أن أوجه رسالة إلى أمازيغ المغرب ما تكن بالأمازيغية في المغرب الزاكر واليبيا الآن أتركوا دين الإسلام الآن أتركوا المساجد العرب ويدخلوا إلى المسيح هي دينه الحق ودينه المحبة والحية يا أمازيغ أخرجوا مع حركة 17 فبراير وكذلك حركة 20 فبراير أثقاب دين الإسلام هذه فرصة تكون في التحر من دير الإرهاب الإسلام هذه فرصة تكون في التحر وإن سلطة العرب العربي فأنتم أمازيغ مسيحيون بطبيعتكم وفلسفتكم في الحياة وأنا أدعوكم يا أمازيغ إثقاب دين العرب من الصديق والإنزيل الأمازيغي حان الوقت لترك الإسلام كما فعل أمازيغ جزائر بالملايين لأن دين فهموا الواقع الأمازيغي حقيقة أن هذه المسيح هو دين الحق أعجب نعطي في اللون كل ماذير مارا دون إثمارا في المغرب بطاير 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 أعجب نعطي في اللون يعني لدأتكم إلى ربي السعر المسيح لأن تكونوا في الظلمة بل تكونوا في النور والله محبة تجديس فالانتين هو رئيس الكنيسة المحبة أنه كان يمنع الحرب وذهاب الشباب للحرب وكان يعقد قيران مقدس رسل والمرأة واحدة وما جامعوا الإنسان حسب الكتاب المقدس لا يفرقه لأي أحد الله جمعهم مع بعض وبعد التورة على الكنيسة الكاتوليكية بتورة كارل ماكس وماتر لوتر ودولور الشيوعية وراثنالية والحرب العالمية الأولى والثانية وهتلر والنازية كصفاء على تدمير كنائس وحمل حراس المعبد الناسونيين نشعل انتقاما من قتل كنيسة لأعدم قادات الحراس المعبد أو البيانة الناسونية هذا انتقام كان من قدل أن نتا الكرم والكرامي في النحبة فأتت على الكتاب المقدس حسب الانجيل وابتدأ يقول لهم بأمثال إنسان غرس كرمان وأحاطق بشيان وحفر حوضا مع صار وبنى برجا وسلمه إلى الكرامين وسافر ثم أرسل إلى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من كمراء القرم فأخذوه وجلدوه وأرسله فريغا ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فرجموه والسجوه وأرسلوه موان ثم أرسل أيضا آخر فقتلوا ثم آخر كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا فإذا كان له أيضا ابنا واحدا الحبيبا إليه أرسله أيضا وإليهم آخيرا قائلا إنهم يهابون ابني ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلما نقتله فيقول لنا الميرات فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم وثماذا فعلق صاحب الكرم يأتي ويهلك الكرانين ويهلك الكرم إلى آخرين أما أرأتم هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناء هو قد صار رأس الزوجة من قبل الرب كان هذا وهو عزيز في أعيوننا فطلبوا أن يمسقوه ولكنهم خافوا من الجمعي لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم فتركوه ومده حسب إنزيل مرضس المقدس الأفحاح الثناث من الآية واحد إلى الآية أثناء عشر وثم أخي المحدة المحدة هي الصفة الغالبة بين كل الصفات التي يتحل بها وهي أيضا أكثر الصفات التي تجدبنا إلي وفيما نراجع بعد الأوجوه الجميلة لهذه الصفة الرائعة سنفهم لماذا يقول الكتاب المقدس أن الله نحب حسب يحن الأولى الآية الأفحاح والآية ومن لا يحب لن يعرف الله لأن الله نحب والحب النقل لخصوص الحب يعتبر الحب قيمة الأعلى وأحد أساسيات الإيمان المقدس حيث ذكر الإنجيل المقدس لأحد آيته أن من لا يحب لم يعرف الله لأن الله نحب آمين لأنه هذا الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي أمين يا أخي زكري وأنا بس بدأ أكد على كلامك أنا أخي زكري أنا بدأ أكد على كلامك أنه فعلا حتى من المثل اللي قرأته واضح أنه محبة الله بيعطينا فرصة ورا فرصة ورا فرصة وانت ذكرت عن سنت فالنتين كيف كان بيحمي الشباب لأنه كانوا بدي حاربوا وكان عاوزهم يتزوجوا الزواج المسيح مش ينخلطوا في الأمم والوثنية وطبعا كان عندك نداء موجه لأحباءنا الأمازيغ طبعا كلنا نعرف طبعا ما لا يعرف تاريخ شمال أفريقيا شمال أفريقيا مهد الحضارة المسيحية اللي جاء منها أباء الكنيسة الكثيرون ومنها النهضات العظيم والتعليم اللهوتية العميقة كأغسطين وآخرون فالعوز أقوله أن هذه البلاد كلها كانت مسيحية لكن للأسف انسفك أنهار أنهار من الدماء انسفكت في شمال أفريقيا لكن أنا بشكر رب من أجلك أخوي داود آسف أخي زكريا وأنا بشكر رب من أجلك وأنا بشكر رب وأكرر النداء مع الآخرين فعلا أن يأتوا إلى محبة المسيح شكرا إليك يا أخ زكريا شكرا والرب يباركك خلينا أخذ طالما زكرت داود أخذ كمان مكالمة من المغرب الأخ داود أهلا وسهلا أخ داود أنت معانا على الهوى أهلا شكرا لك كيف أخبارك الحمد لله بس ارفع صوتك شوي أخ داود أنا عندي لك سؤال يا أستاذ ممكن فضل أهلا وسهلا فيك حبيبي سؤال سؤال المهم للبغاربة اللي رميس منه حتى المغاربة العابلين صاح يا أستاذ يعني أنا أعرف فين رجل الروح القدس وأين أقيد عند الروح القدس أنه إذا تكتب مقدس هذا هذا السؤال وأقول فقمي في شكل طيب شكرا جزيلا على هذا السؤال إحنا منشوف عدة آيات في الكتاب المقدس أخويا داود اللي بتتكلم عن الآب بتتكلم عن الإبن بتتكلم عن الروح القدس فمثلا لما بيتكلم الكتاب من سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض برشيد برا إلهيم برا هي بصيغة المفرد ولكن إلهيم بصيغة الجمع وملاحظ من بداية الإصحاح بيتكلم عن وكان روح الرب يرفه على وجه المياه وطبعا في الشعياء بقول والآن السيد الرب أرسلني وروحه فالهاء طبعا بعود على الله وهكذا في العهد الجديد بيتكلم عن الروح القدس بيتكلم عنه في كتير مرات في صفات إلهية يعني بيذكر الصفات الإلهية عن الروح القدس سواء في الأنجيل سواء في الرسائل رسائل بولوس أو حتى في النهاية في سفر الرؤية في الآيات الأخيرة الروح والعروس يقولان تعال فلاحظ من خلال هذه الكلمات لما بيتكلم عن الروح القدس وعمل الروح القدس وصفات الروح القدس بتشوف فيها دايما الصفات الإلهية بشان هيك الكنيسة في المجامع لما بيصلوا طبعا هي مأخوذة من الكتاب باسم الآب والابن والروح القدس طبعا لما منحط الإضافة الإله الواحد آمين بما أنه الآب عنده الصفات الإلهية والابن عنده الصفات الإلهية والروح القدس عنده الصفات الإلهية ولما بتدرس عن جوهر وطبيعة الروح القدس بتشوف نفس الأعمال اللي عملها الله سواء في الخلق سواء في الخلاص سواء في الوحي سواء في الكلام سواء في المساندة والمساعدة سواء بالصفات اللي بتشوفها في الآب وفي الابن بتشوفها أيضا نفس الصفات بالروح القدس وإذا هذا الموضوع مهم أخ دؤود نحن ممكن نخصص حلقة خاصة عن لهوت الروح القدس في الكتاب المقدس وما أكثر الحديث عن هذا الموضوع. أنا بشكرك كثير على هذا السؤال فعلا سؤال كثير كثير مهم. وأنا بشجع طبعا إخوتي وأخواتي أنه إذا عندك أي سؤال إذا عندك أي استفسار فيك تتواصل معنا المحبة هي طبيعة الله. وبتتكلم عن المحبة كصفة الله لكن برضو المحبة هي والتعبير عن الشخص المؤمن الحقيقي قال يسوع بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض فإذا المحبة أو الحب هو اللي بميز المسيحية وهي اللي بتميز أتباع المسيح ولاحظ يعني أنا فتحت الكتاب على رسالة الرسول بولوس إلى أهل كورنتوس في الإصحاح الثالث عشر وشوف الرسول شو بيتكلم بوحي من الروح القدس قال إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد سرت نحاسا يطن أو صنجا يرن وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا لاحظ هون بيتكلم مع كنيسة كورنتوس عن النضوج الروحي كنيسة كورنتوس كان عندها مواهب كثير مواهب الروح القدس ولكن كان عندهم مشكلة التحذب والانقسام فالرسول يعالج عدة قضايا وعدة مشاكل في كنيسة كورنتوس الكنيسة الأولى وبعدين بيصل الوضع بيتكلم عن المواهب الروحية في صحاح 12 وصحاح 13 وصحاح 14 لكن في صحاح 13 عاوز يقول أنه ممكن الإنسان يمتلك كل المواهب وكل الإمكانيات وكل الطاقات وكل القدرات بدون محبة ما بتسوى ولا بتفيد ولا بتنفع أي شيء فبيبتدي بيقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن يعني إذا كان عندي المواهب بتتكلم بالألسنة مش بس ألسنة الناس حتى ألسنة الملائكة فبيتكلم عن أعظم موهبة وأعظم عطية هي عطية المحبة ولأنه هاي عطية كمان فيها ثمر ثمر الروح هو محبة فرح سلام لما بتشوف بالمقارنة شو بيتكلم فبيقول كل المواهب كل الأعمال بدون محبة لا شيء فالمحبة هم بيتكلم عن محبة باذلة محبة معطية دايما مضحية دايما تبغي العطاء ودايما تبغي التضحية لكن يوصل بقول لدرجة ويمكن بهاي المرحلة لما كتب لكنيست كورونتوس ما كان بعده ابتدأ الاضطهاد مثل ما ابتدأ في أيام نيرون لما كان بعلق أجساد المسيحيين على الصلبان حتى يشعل ويضوي ساحة قصره أو بيتمسخر ويستهزئوا بالمسيحيين ويقودوهم إلى صراعات الجبابرة وإلى المسار حتى يتسلوا انترتينمنت يلززوا أنفسهم بتعطشهم في البطش والدم ويشوفوا الحيوانات المفترسة كيف تفتك بالمسيحيين الأوائل ففي كتير مسيحيين كانوا يدخلوا الحلبي أو هن يتشعل فيهن النيران عم برنموا وعم بسبحوا وعم بيشكروا الله على هذه النعمة فتصور الرسول بولوس لوين بيتكلم إلى أي بعد بقول وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا ممكن أروح للموت وعم بيحرقوا جسدي أو عم بيقطعوا راسي وأنا في جواتي ما عنديش التسامح والغفران للشخص اللي عم بيحرقني أو عم بيقتل مع أنه أنا عم بموت من أجل المسيح بكل جرأة وبكل جهرة حتى هذا إذا دوافعني من جو ما عندي المحبة فأنا لا أنتفع شيئا يقول أيضا المحبة لا تسقط أبدا دوام المحبة ثبات المحبة استمرارية المحبة كل المواهب رح تنتهي لكن المحبة تبقى في هذه الحياة وتمارس أيضا في الحياة الأبدية لأننا عندما نقول أن الله محبة وأن منذ وجود الله طبيعة المحبة فالسؤال من كان يحب قبل الخليقة هل يحب نفسه هذه المحبة التي كانت تمارس مع الكلمة والروح لأنه في الذات الواحد والجوهر الواحد وهذا ما يؤمن به المسيحيين هل ابتدأ الله يحب لما خلق الإنسان فهون يقودنا إلى إشكال ومعضل كبيرة جدا عن عدم تناغم بالصفات الإلهية ما قبل وما بعد فهون تتكلم عن تغير الله وحاشا لله أن يتغير فالعوز أقول أحباء كل ما اقتربنا وكلما تشبهنا بيسوع المسيح كلما ازددنا محبة وعكسنا هذه المحبة وهذه المحبة تصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا فالمحبة تكميل النموس تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك هذه الوصية الواحدة محبة القريب كيف أحب الله الذي لا أبصره إذا أنا محبيتش أخوي أو قريبي كما يقول الرسول يحنى فالمحبة تستر كثرة من العيوب والمحبة أحباء التكميل النموس والمحبة هي محبة الله انسكبت بعمل بقوة الروح القدس اللي بتعطينا قوة المحبة انه انحب طبعا إذا ما اختبرت المسيح كيف ممكن أمارس المحبة والسؤال الأصعب لو أنا ما اختبرت المسيح كيف ممكن أمارس محبة الأعداء عندما قال المسيح أحب أعداءكم بارك لعنيكم أحسن إلى مبغضيكم وصل لأجل الذين يسئون إليكم فإذا ما امتلأت من محبة المسيح كيف أستطيع أن أحب الآخرين ولسيما نحن نعيش في عصر وفي مجتمع تكثر فيه العنصرية الدينية والعنصرية السياسية والعرقية وهكذا أحبائي البشر عم بتمارس كل هذه العنصريات لو آمنت بالمسيح وامتلأت من محبة المسيح لكان فيه شفاء كبير أحبائي هون نشوف تفوق المحبة رفعة المحبة سمو المحبة وأن أعظم شيء في هذا الوجود هي المحبة محبة الله محبة الآخرين المحبة في العلاقات الزوجية عندما قال الرسول في رسالته إلى أهل أفسوس أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها فإذا هم يتكلم أن الرجل يحب لدرجة أنه يضح ويبذل نفسه من أجل زوجته ألم يقل المسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه فأنا أصلي أنه نختبر هذه المحبة التي تعطينا القوة حتى نصل إلى درجة نحب الأعداء في هذا في هذا الصدد أحب أشجع كل مشاهد هذا الأسبوع عرضنا فيديو قصير 8 دقائق اللي هي رسالة حب يريد تفوت على الفيسبوك وتسمع وعمل شير ولايك بحب أسمع أكبر عدد ووزعها خليها توصل لأكبر عدد ممكن من الناس لأنه المحبة دواء وعلاج وشفاء لما بتبعتها لشخص آخر رح تلمسه من خلال المحبة وأنا بشجعك تفوت على الفيسبوك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل أستكمل الأفكار الأخيرة حول هذا الموضوع المهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا عزيز المشاهد خليني بهذه الأفكار الأخيرة عاوز أسألك سؤال مهم دايما بتسمعونا من خلال الشاشة من الفيسبوك من خلال كل أنواع التواصل اللي بنحاول نتواصل فيه مع المجتمع دايما بقول جرب المسيح أو مرات أقول هذه العبارة صلي إلى الله إذا كنت تؤمن بالله صلي حتى الله يعلن ذاته لك أنا متأكد إذا أنت بتبحث عن المعرفة ستصل إلى يسوع وإن كنت تبحث عن القداسي ستصل إلى يسوع وإن كنت تبحث عن الحق لابد أن تصطدم بيسوع مستحيل لأن المسيح هو المقياس والمصدر في هذا الموضوع لكن أنا عاوز أحضر تحدي جديد اليوم يمكن أنت تؤمن بالمحبة وتقول الله بحبنا و الله بحبنا كبشر طب شو رايك تصلي هاي الصلاة صلي أقول له يا رب إذا أنت إله المحبة ممكن تظهر لي محبتك أنا بتحدك أنك تصلي هذا الصلاة وإذا أنت صليت هذه الصلاة وما اكتشفت يسوع ارجع اكتب لي ارجع اكتب لي لأن أنا متأكد عندما تطلب من كل قلبك بهذه الصلاة أنه يملأك من محبته ويكشف عن محبته لإلك رح تيجي للمصدر رح تيجي لرب المحبة للمحبة ذاتها يسوع المسيح له كل المجل تعرفوا شوف هذه الأنشود الجميلة قطعة سميها ما تسميها قطعة موسيقية جميلة لغة المحبة تعبير المحبة جمال المحبة عظمة المحبة مقياس المحبة معرفة المحبة يعني ممكن تحطها تحت موضوعات كثيرة لكن ممكن تشوف مثلا قوة المحبة تشوف يعني بتقدر تشوف كمان كمال المحبة من خلال هذه الآيات في نفس الإصحاح إصحاح 13 من آية 4 المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفخر وإنت بتسمع هذه الآيات أرجوك تخيل معي المجتمع المجتمع اللي إحنا عايشين فيه بطبق هذه الكلمات موافقين موافقين خلينا مرة تانية أرجع من أولها المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصد كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة من آية أربعة لآية سبعة في كورونتوس الأولى تلتعش أنا بصلي أنه كل مؤمن مسيحي يحفظ هذه الآيات نفس الكلام عاوز أوجهه لأخوتي زكريا ودأود اللي اتصلوا فيه من المغرب لأنه مع كل هذا أخوي زكريا ودأود يمكن لما مندرس التاريخ في شمال أفريقيا بيكون عنده الشخص نوع من الانطعاد والاحتداد على طب ليه يا رب يعني ليه يعني صار فينا هذا الشيء وهل بسفك الدم بصير الدين طيب لو بعتوا أشخاص يتكلموا عن محبة الله أكيد الناس رح تتغير من خلال المحبة لكن عندما ترغم الناس باختيار الدين وقبول الدين والمشكلة الأصعب لو أن الإنسان عاوز يترك الدين وعاوز يعطنق المسيحية عاوز أكون مسيحي لا أستطيع يعني مش بس أنا أرغم في الدين لكن أرغم بعدم تغيير الدين أصبح مرتد فأنا لو رحت عند الوزارة الداخلية أقولهم تعرفوا أنا درست المسيحي وحاسس أنه أنا أريح لهذه الديان المسيحية أو الحياة المسيحية عاوز أغير اسمي وعاوز أغير الديان بدل ما أكون مثلا مسلم عاوز أكون مسيحي هل هذا الشيء مقبول في دولنا قمة التسامح وقمة المحبة عندما ابتدأ دولنا تسمح تقول أنت حر أنت بتختار لكن تذكر في يوم من الأيام كل إنسان رح يقف أمام الله رح توقف أمام الرب ممكن أكون مسلم لكن بقلبي غير المسلم وممكن أكون مجبر على الإسلام لكن أنا في قلبي مسيحي وممكن أكون مسيحي لكن أنا مش مسيحي وهكذا الله الذي يعرف السرائر ويعرف الخبايا ويعرف ما في القلب تخيله نعيش في مجتمع اليوم طيب الملحدين عم بحطه على السايت أشكر خبر أنه ملحد ومع كل هذا لا تتغير الدياني يعني هو ملحد وبيكتب أنا ملحد لكن إذا رجع للمستشفى لأي أماكن حكومية أو تسجيل رسمي حكومي أنت مسلم لا أستطيع تغيير الدياني فتخيل أنه نصل لهذا الوضع المجتمع أنه أنا بحب الرب وأنا بحب كل البشر وإنت حر أنا رح أحترمك وراح أصلي من أجلك إذا أنت غلطان وإنت ماشي في طريق غلط لأننا أؤمن بإله حي قادر أن يغير القلب والكيان وكوني أنا أمنع إنسان تغيير دينه طب أنا من جوه ما عندي قناعة بس أنا يعني خلاص ضل هذا الاسم علي أو هذه الدياني ضلت مسكور علي وطب وبعدين أنا في إذا آمنت بالمسيح أنا رح أكون مع المسيح لكن هل لهالدرجة أكون أنا خايف أو مرعوب أعطي الناس حريتها خلي الناس تكون أحرار إذا أنت مسيحي مش مقتنع بمسيحيتك فيك تصير مسلم فيك تصير يهودي فيك تصير ملحد فيك تصير بودي وكتير ناس اليوم عم بيهاجموا الكتاب المقدس بسبب فيه يعني اختلافات بين النظريات العلمية العلم طبعا اللي أنا بسميه المزيف اليوم بين العلم الكتابي والحقيقي اللي العلماء المسيحيين بيتكلموا عنه بس 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 برضو ما في واحد مسيحي بيروح يقتل مسيحي مرتد واحد ارتد فبتروح تقتل معناش هذا الشيء انت حر بدك تغير دينك فيك تروح حتى على الحكومة تسجل هذا التغيير انا بصلي اليوم ان هذا يكون فعلا اذا من نبتد نشوف عصر جديد تفتح جديد في هذه الايام مع احترامي للجميع بدون اي هجوم او تعيير او اي اساءة لأي شخص اعطي الحرية لأي انسان يختار الدين يختار الحياة اللي بدو بس انا عاوز اقول لك مثل مقال الرب لموسى في القديم في تاثنية تلاتين قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة شو بقول الرب عم بنصح بقول فاختر الحياة لكي تحيا انت ونسلك من بعدك قال يسوع انا هو الطريق والحق والحياة ثم قال انا هو القيام والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي لن يموت الى الابد بيتكلم عن حياة ذات الله حياة ابدي في الحاضر وضمان الابدية مستقبلا فاذا احبائي كل هذا الموضوع الكتاب المقدس بحطه تحت اية وحدة اللي هي قلب الانجيل وجوهر الانجيل ورسالة الانجيل لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية ولان لا تضيع في اشكالات الكلام اللي دائما ما نحاول نوضحها الله صدقني لا عنده صاحبة ولم يلد ولم يولد تناسل جسدي عيب اهاني احتقار لطبيعة الله ولقدسية الله ولشخص الله حتى نذكر هذه اذا مسكور في كتابك بيتكلم عن جماعة غير المسيحيين بس في كل الكتاب لا من قريب ولا من بعيد في شيء بيتكلم انه الله له صاحب لا سمح الله حاشة هذا كفر هذا خطأ هذا هروب من الواقع مش عاوز اتواجه نفسك لانه مواجهة النفس بتقودك الى الحقيقة وكتير ناس بتخاف من الحقيقة بسبب الجاهل وبسبب الظلم وبسبب الخطيئة لانه في خطيئة في حياتي فخليني الطريق الاسهل خليني اروح للشيء السهل اعيشه وبسبب الكبرياء لا 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 طب ما احنا كلياتنا ما كنا يعني كل شيء فرض علينا فرضا في الشرط الاوصل ليه ما منبحث ليه ما مندرس ليه ما منقارن طب شوف شخصية المسيح ادرسها في اي كتاب في كتابك الا طرى معي تفوق المسيح محبة المسيح اخوتي واخواتي في عيد الحب اللي كان من زمان شخص مات وقطع رأسه بسبب اهتمامه في قدسية الزواج المسيحي رجل واحد امرأة واحدة فلما منبتدي نتبع قوانين الله بالمحبة فالمحبة هي تكميل النموس بتحب الرب وبتحب قريبك بتحب زوجتك بتحب مجتمعك بتحب حتى الحيوانات والبيئة والطبيعة بتحب الشجر بتحب كل هذا الوجود طبعا راح تحب الاعداء لما بتكون مليان من هذه المحبة حتى لو سلمت جسدك حتى يحترق بيصل فيك الوضع مثل استفانوس وهم عم بيرجموا فيه في اخر لحظات حياته عم بيصلي بقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة مع انه كان على حق كان ممقل يا رب دينهم يا رب رم النساءهم اقتل اطفالهم يا رب نزل نار تحرقهم وهكذا ممكن حط لعنات عليهم لكن شوف المليان بقلب المسيح كيف بفكر في المجتمع بصلي انه محبت المسيح تشفي قلبك وعلى فكرة بحب اسمع منك من فضلك تواصل معنا لانه عاوزين نقودك للحياة الابدية رب ابركك